اشتركوا في القناة في هذه المحاضرة طبعا ننتقل الى الصفحة 8 ونضيف هذه الصورة الى الملف طبعا راح نرسم الصورة بهذا الحجم جيد وراح تكون الصورة بهذا الشكل بهذا المقدار نضيف العنوان بهذا المكان راح يكون خواطر أسلوبة كونترول اي ونختار مثلا ستين وراح يكون الفونت اللي هو جي اي است راح يكون اللون أبيض وراح يكون الستروك أحمر جيد نكبر من حجم النص بهذا الشكل جيد جدا طبعا لو ردنا نزيد من حجم الستروك نحدد النص ونجي الى استروك طبعا في حال لو ما وجدنا استروك من ويندو نجي نفعل الأمر استروك ولو ما وجدنا الخيار وارد من ويندو نفعل الخيار تيكست وارد راح نزيد من استروك ممكن خمسة مناسب جدا راح نضيف كتلة هذه الكتلة راح نكتب بيها خواطر عربية وطبعا راح نزيد من حجم الخط ونغير نوع الفونت طبعا ممكن يكون الفونت ستين ممتاز جيد الآن راح نضيف كتلة نص والأفضل انه نضغط على W طبعا راح نتخلص من المساحة الزائدة ممتاز نضيف كتلة نص بهذا الشكل جيد وطبعا راح ننسخ النص من هذا النكان باعتبار انه المجلة افتراضية وراح نخلي الأعمدة عمودين ممتاز جدا وطبعا خطوة تالية راح نصنع وارب بهذه المنطقة بطبعا أداة البنتول مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة ممتاز نتخلص من الستروك ونضيف وارب بهذا الشكل نضغط على المفتاح W لاحظ انه تم اكمال الصفحة 8 و 9 وننتقل الى الصفحة 10 و 11 طبعا هذه هي الصفحة 10 والصفحة 11 نضيف الصورة الخاصة بهذه الصفحة 2 جيد 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 جدا راح نصغر الصورة قليلا بهذا الشكل طبعا راح تنزل الصورة الى الاسفل مثلا بهذا المقدار ورح نقلل من هجم الصورة وطبعا راح نضيف كتلة هذه الكتلة راح تكون بهذا المكان ورح تكون بلون اسود black والستروك راح يكون known ممتاز جدا نضيف العنوان طبعا بهذا المكان هل السيارة نعمة ام نقمة طبعا نكبر حجم الخط الى مثلا 60 ونختار اللي هو الفونت الخاص بين العنوان اللي هو GE ولون الخط راح يكون اللي هو اللون البرونزي طبعا نصغر حجم العنوان ورح نكتب هل السيارة نعمة ام نقمة اللي هي علامة استفهام نزيد من حجم الكتلة بهذا الشكل تقريبا وطبعا نضيف كتلة نص ضروري انه قبل ما نضيف كتلة النص نروح على الادات الموف تول ونضغط على المفتاح وطبعا مثل ما نوهنا انه لو ضغطنا هنا نكليك راح يكون النص حبيس الكتلة فحتى نقفل هاي الكتلة نحدد هذه الصورة ونروح على Layers ونقفل هذا الجزء ونجي على الصورة ايضا ممكن نقفلها ولكن هي الاشكال تقفل فقط يعني اذا لاحظ انه هنا ما راح يتأثر عندنا النص ليشلن هي صورة جيد نضيف كتلة نص بهذا الشكل راح نضيف نص طبعا Ctrl A وراح يكون النص بلون ابيض وطبعا Ctrl A وراح يكون النص بلون ابيض اروح على البرغراف ويكون عدد الاعمدة اربعة وطبعا نزيد من مساحة القتر الخاص بالاعمدة ممتاز جدا نزل العنوان الى الاسفل جيد تبقى انه نضيف الوارب الخاص بالسيارة طبعا نرسم المسار الخاص بالسيارة طبعا راح يكون بهذا الشكل جيد نصنع وارب لهذا المسار ونتخلص من المخطط التفصيلي من خلال نختار نون نضغط على المفتاح W لاحظ انه التصميم انيق جدا وممتاز نرجع الى الصفحة الخاصة بالسي بي نضيف طبقة خلفية وراح تكون بلون رصاصي ممكن انه يكون رصاصي فاتح يعني نستنسخ هذا اللون ملاحظة لو هذا اللون فتحنا راح يتغير عندنا اللون الرصاصي الخاص بهذه المنطقة فيفضل انه نصنع لون جديد من خلال انه نستنسخ اللون ونضغط على النسخة double click ونخففها بهذا الشكل ممتاز نضيف ايضا طبقة خاصة بل lcv بهذا المكان نتخلص من المخطط التفصيلي ونضيف لون bronze الى هذا الشكل وطبعا نضيف كتلة كتابة ونكتب بها lcv وطبعا ضروري انه نقفل هذه الصفحات من layers نقفل هذه الصفحة اللي عليها نقطة وهذه ايضا اللي عليها نقطة وطبعا للتنويه انه بعد ما قفلناها ما راح نقدر نحركها ونعدل عليها لو ردنا نعدل عليها نروح على layers ونلغي القفل الخاص بهذه الصفحتين تبقى الغلاف الامامي والغلاف الخلفي سيتم تصميم هذين الغلافين في المحاضرة القادمة نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى